النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للرواية العربية التاريخ ده اتخصص عشان يتناسب مع حصول أدبنا كبير نيب محفوظ على جائزة نوبال الحقيقة اليوم ده فرصة كبيرة لكل الكتاب وصناعة الرواية في مصر والعالم العربي كمان للإجابة على أسئلة كثير ممكن يكون أبرزها على سبيل المثال إزاي نقدر ندعم صناعة وكتابة الرواية المصرية يترى القصص الرواية محتاجة لإضافات وأفكار مختلفة خصوصا طبعا مع تطور التقني والتكنولوجي اللي طرق على العالم خلال الفترة الأخيرة يا ابتس أسئلة كثيرة يا منا يمكن أنت أوجستيها في سؤالين لكن في أسئلة كثيرة تحديدا بتظهر حوالين الرواية العربية في اليوم العالمي لها هنجاوب عليها من خلال ضفنة الكريم في الستوديو الدكتور شريف الجيار أستاذ النقض والأدب المقارن وعميد كلية الألسن جامعة باني سويف اللي منورنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فنم صباح الخير دكتور يعني في اليوم العالمي ليه الرواية العربية يعني عمزين نعرف من حضرتك إزاي أثرت الرواية المصرية في صناعة الثقافة في مصر تحديدا ويمكن إحنا عندنا طابع مميز الثقافة بالنسبة لنا مش أداة مكملة لأن الثقافة بتعبر عن الهوية المصرية صحيح طبعا بشكر حضرتك جدا وبقول الشعب العربي كله احتفاء عظيم بينتصارات أكتوبر كل سنة وإحنا جميعا بخير الإنتصار الثاني اللي حداك ذكرته النهاردة وحداك ذكرته بأنه اليوم العالمي للرواية اعتمد على حصول نجيب محفوظ هذا الهرم الرابع بالنسبة لنا في كتابة الإبداع بشكل عام والرواية بشكل خاص أن يسمى هذا الاسم برواية العالمية اعتمادا على فوز نجيب محفوظ نفسه في 12 أكتوبر 88 من القرن الماضي على جائزة نوبل في الرواية أولا هذا الاحتفاء وهذا اليوم يؤسس ويجذر ويؤصل ويقول لمصري شكرا على أن مبدعينك وصلوا للعالمية لأن العالم العربي كله اتكأ على الرواية المصرية خاصة ورواية نجيب محفوظ كأساس لأن كل الرواية العربية اتطورت من خلال الرواية المصرية وخاصة كتابات نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة الأكثر مبيعا على مستوى العالم العربي هتلاقي نجيب محفوظ وبالتالي أرى من وضية نظرة أن الأستاذ أو إعماد الكتابة الرواية في العالم العربي نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة الجميع يرى فيه رؤى جديدة في الكتابة رؤى جديدة في الدراسة لأن أعيز أأكد في البداية أن نجيب محفوظ لم يكن كاتبا عاديا هو كاتب استثنائي في تاريخ الرواية العالمية لأنه بدأ أولا يؤصل للتاريخ الفرعوني في رادوبيس وعبث الأقدار وكفاح طيبة ثم انتقل إلى مسألة الواقعية في الكتابة ثم انتقل إلى طيار الوعي ثم انتقل إلى الفنتازيا والعجائبية كل هذه التطورات في الخطاب الروايي استطاعنا جيب محفوظ أن ينقل لذكرتها حضرتك ينقل الهوية المصرية الشخصية المصرية عبق التاريخ المصري ولكن من خلال بنية رواية مطورة بنية رواية قابلة للتجريب كما نقول حتى في النقد الأدري فمعنى أن نقول 12 أكتوبر هو عام أو الاحتفاء العالمي بقى الرواية هذا معنى احتفاء بالرواية المصرية بقى التحديد هذا معنى احتفاء بكاتبنا الكبير نجيب محفوظ كرمز مهم من كتاب الرواية على مستوى العالم الحاجة الثانية ربما حدث ذكرت مسألة التطور داخل الجنس الروايي نفسه ربما نجيب محفوظ لما طور وخد نوبل بدأت الترجمات العالمية كلها تتجه إلى السياق الروايي المصري والسياق الروايي العرب فلقينا كتابات محفوظ مترجمة إلى معظم لغات العالم لأينا بعد كده كتاب عرب مهمين بدأت كتاباتهم تترجم إلى مستوى العالم ولكن كلما تطورت التكنولوجيا خاصة من سنة التسعين بدأ هنا السياق الروايي والسياق الإبداعي بشكل عام يحتكي بالإبداعات الجديدة ويحتكي بالتكنولوجيا الرقمنة وبالتالي ظهرت لنا في الأولى الأخيرة ما يعرف بالكتابة التفاعلية بمعنى نجد رواية تفاعلية نجد قصة خصيرة تفاعلية مصر احتفاعلي وده معناه أن التكنولوجيا كرقمنة والتكنولوجيا كوكا كمبيوتر بدأ الكتاب يعتمدون على الكتابة من خلال صفحاتهم من خلال الصفحة الزرقاء والاعتماد على أن المبدع لم يكن فقط يعني عالماً بمسألة الكتابة الورقية الألفاظ ولكن لازم كمان يكون عارف تكنولوجيا عارف كمبيوتر لازم كمان يكون عارف تصوير كان تصوير سينماية أو غيره لازم يكون عارف مسألة المنتجة لازم يكون عارف مسألة التصوير كل ده نقل الرواية بالتحديد الرواية والقصة والسرد والشعر إلى مسألة ما يعرف به الأدب التفاعل ولكن بشرط أن بدل من قول نجيب محفوظ ويوسف إدريس وإطاع حسين والعقاد والمجموع العظيم الرواد الكبار دول هم الذين يكتبون النصوص فقط لا المتلقي أو القارئ في كل دولة من العالم ممكن يشارك المؤلف في التأليف يعني ممكن حضرتك تبدأي هذا بقى اللي أنا عايزة أسأل حضرتك قلت لنا ماشاء الله كلام يعني قد مرتب جدا طبعا بقسوه حركة عيني لكن خلينا نقول بشكل أكثر يعني شعبوية كده بحيث أنه هنبقى فهمي حركة قلت صفحات زرقاء وحركة قلت كتابات تفاعلية كتابات تفاعلية يعني الناس بتعمل بتسيب نهايات الرواية مفتوحة بتسيب الناس فرصة أنهم يعيدوا صياغة الأحداث كل مرة بترتبها من وجهة نظرهم بيسيبوا ايه الصفحة الزرقاء كل دي تفاصيل احنا محتاجين نبقى حلمنا صفحة الزرقاء لشاشة الكمبيوتر ببساطة شديدة وفكرة المطلق اللي قلت عليه القارئ بشكل عام على مستوى العالم يعني ممكن كاتب من مصر نجيب محفوظ لو على قيد الحياة يكتب الفصل الأول في الرواية عبث الأقدار تيجي الدكتورة منها في أمريكا قاعدة على في رستورانت أو في مطعم أو في حاجة تكتب هي تكمل الفصل الثاني يجي واحد من انجلترا يكمل الفصل الثاني بسيكون عارف عربي هنا المطلقي بقى مؤلف المطلقي أصبح جزء أصيل في مسألة أن يقلف كمان مع المؤلف الحقيقي وممكن يغير أحداث وممكن يغير شخصيات بس مش في معايير وشروط معينة للكتابة المعايير بالمفهوم الكتابة الورقية بمعنى أن الحاجة التقليدية أنك شايف رواية بشكل عام شايف ديوان شعر ولكن كلما تطورت التكنولوجيا لازم الأدب يكون متأثر بشكل أو بآخر لأننا ليس عايشين في عالم منعزل المبدع دائما هو بيؤثر ويتأثر يعني دائما هو بيأخذ حاجات وبيدي حاجات تانية أنا شايف أن التكنولوجيا في الفترة الأخيرة وده ظهر في المغرب بشكل واضح ظهر في الشام بشكل عظيم وكمان ظهر في مصر من خلال بعض الدراسات النقدية في ماجستير وفي دكتوراه عن الأدب التفاعل وعن الرواية التفاعلية بالذات إزاي الرواية دي يبدأها كاتب في المغرب ويبدأ المتلقي بقى اللي احنا ساعات بنلاقي حتى في لو حلق حطيت بوست كده أو حطيت جملة على الفيس ناس بتعمل لايك وناس بتعمل لايف والناس بتعمل كذا الجزء ده ربما ترجم بشكل أو بآخر أنه داخل أعمل تعليق بعد كده التعليق اتطور إلى مسألة أنا كمان أقلف معك وعمل جزء يضيف إلى الجزء اللي أحدك بدأت بيه وممكن المؤلف يرجع تاني يضيف جزء وإحنا لا تنشع على نفس التيما دون أن تشعر التيما اللي هي الشراكة ما بين الكتابة التقليدية اللي هي كتابة زي كتابة الوراقية اللفظية تحط صورة بعد يعني جزء معين تحط صورة فيها واحد ماين في الشارع وظروفه صعبة جدا هنا معناها بالمناسبة الصورة أضافت مصداقية إلى جانب مصداقية الكلام حطيت فيلم صغير نحن أخرجنا من الجانب الرواي ناخد أكثر ما يكون تقرير خبري أو توثيقي أو ممكن تكون بشكل مختلف يبس أقول لحضرتك حاجة ربما السينما من الفترة طويرة أصرت على كتابة الرواي يعني تحرك في القصة والكلاب أنا شايف يعني الحرفيش أنا شايف السلاسية أنا شايف الشخصيات ويبتتحرك وده بنقول عليه كتابة سينمائية داخل بنت الرواي في جزء تاني ظهر بقى فيه رواية لإبراهيم عبد المجيد الكاتب الكبير في كل أسبوع يوم جمعة الأستاذ الكبير يعني إبراهيم عبد المجيد عمل الرواية كلها عبارة عن بنت قعدة في حجرة بتكتب على الشات بتكتب على صفحة الإنترنت وعبلت مجموعة من الأصدقاء الرواية كلها عبارة عن حوار على الشات وبالتالي هنا التكنولوجيا تضمنت مع الكتابة الروائية التقليدية اللي معتمد على الحوار ومعتمد على الكتابة التقرير الزكارتية في مسألة السابق وبدأ يطور الكاتب المصري والكاتب العربي أنه يستعين بأهليات الكتابة التكنولوجية الحديثة طب هل دي هي رواية تفاعلية أو لا دي رواية برضو لسه في حيز التقليدية أو في حيز الكتابة الورقية الطبيعية ولكن يحسب لكتابنا العرب هنا مسألة التجريب أنه أفاد من التكنولوجيا داخل بنت الكتابة الورقية ولكن لو نشرنا جزء من ما كتبه الأستاذ إبراهيم عبد المجيد مثلا أو نجيب محفوظ أو غيره على صفحة الصفحة الزرقاء أو صفحة الكمبيوتر على الفيس أو غير الفيس وبدأ المطلق في كل مكان يتفاعل معه ويغير أحداث ويغير ده الدور هنا هل اقتصر على المؤلف؟ لا بدأ ينتقل بنا إلى كل مطلق له وجهة نظر في الرواية وده اللي بنسميه حتى في النقد الأدبي ما بعد الحداثة يعني فيه رؤى مختلفة فيه آراء مختلفة بس البناء نفسه بتاع الرواية دكتور اختلف يا إحنا زمان نمسك الرواية كانت بتبقى عدد صفحات كبير كان بيبقى فيه نوع من أنواع التجسيد يعني حركة لسكو بتدي أمثلة بروايات تحولت لأفلام كان يتقال نهار دخلي نهار خارجي كل التفاصيل احنا دلوقتي يمكن انا مش عارفة هل ده بسبب ان احنا ما حدش بقدر يقعد يقرأ طويل جدا فروايات بقت مصغرة هل بسبب سعر الورق فالناس الناشرين بقوا بيلجأوا لأنهم يلجأوا الروايات عدد صفحات أقل هل احنا بنقرأ كلمات أقل مش عارفة هل الشكل كله اختلف أنا بشكر حضرتك جدا احنا في عصر التكنولوجيا واحنا بتكلم جيل بنسميه جيل ابن التكنولوجيا لأن الطفل دلوقتي يخش على الكمبيوتر أو يخش على الجهاز التليفون يتعامل أكتر من الأب ومن الأم وبالتالي أنا لازم أكلم جيل الشباب بلغته لازم أكلمه بأدواته بقلياته وبالتالي أنا أعتقد أن الإبداع كله فكري كده أنه شاعر كبير أو مترجم كبير أعلن بس عن قصيدة على الفيس ونفس القصيدة بمجموعة قصاية تحولها الدوان ونشرها في أي دور نشر عربية أو دور نشر خاصة أو حكومية التأثير اللي على الفيس محمود درويش دلوقتي لو نشرنا له قصيدة على الفيس شوف التأثير قد إيه على مش العالم العربي بس على خروج على المنطقة العربية والعالم ككل إذن إحنا قدام أدوات جديدة الأدوات دي تدي انتشار الأدوات دي تأثير في القرار وفي الرأي تدي كمان فكرة التقييم أقول القصيدة دي جيدة والقصيدة دي غير جيدة أقدر أقول كده من خلال بس اسمحني اسمحني أن أحيانا التقييم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ليس بمصفة صحيح لأن لو لجان إلكترونية اجتمعت على أن هي توقع كاتب بعينه هتوقع وهنا حقيقة ما بتبقاش عارف هل هذا هو تقييم حقيقي فعلي أم زيف فإزاي برضو بتقدروا اللي انتوا تميزوا ما بين دي أنا بشكر حضرتك جدا الانتصار هنا للنص النص وفنيته أنا كناقد أدب شغلي على اللغة شغلي على التكنيك اللي بيستودمه الكاتب شغلي على بتسميع شعرية النص يعني إزاي كتب إيه الآلية اللي كتب بيها اللغة الصورة اللي عمل فيها على صعيد شعري ممكن زي ما سعدتك بتقول فعلا ممكن تنجم حد أو تنجم نص النص ده يعني ملوش قيمة وممكن نص تاني يعني يهمش أنا شايف الانتصار الحقيقي يمين أو شمال لقدرة النص على البقاء لو كنا عملنا ألف إلا وليلة أول ما ظهرت على أنه نص أوبن ونص مفتوح ونص فيه مشكلات على صعيد جسد ما كانش ألف إلا وليلة إلى الآن بتؤثر في الغرب بتؤثر في أوروبا بتؤثر في أمريكا دكتور اسمح لي في النقطة دي لأن حضرتك تحدثت عن أعمال عظيمة جدا وأعمال ما زالت خالدة رغم مرور عشرات ومئات من السنوات عليها هل إحنا يعني إحنا خلاص خرجنا من حقبة وعصر ذهبي وهو عصر الأديب الراحل نجيب محفوظ هل شايف الأفكار الشبابية المتواجدة في الوقت الحالي قدرت توصل لنفس الفكر والترتيب ونفس الكتابة مش هقول زي نجيب لأن يعني ما ينفعش بس ثناث لكن مقاربة من الأديب الراحل نجيب محفوظ أقول لحضرتك حالك لو تبعت الجواز العربية كان قطارا كان الشيخ زايد حفظ الألقاب لهذه الجواز المهمة كان جوازنا في مصر شوف كده الشباب المصري كان في التشجعية بالتحديد شوفوا الشباب المصري عمل إيه في الجواز العربية لا أنا عايز أدي تفاقل كامل إن الإبداع المصري بالتحديد لا يمتلك ريادة حتى هذه اللي حصل شوف حالك آخر جواز موجودة في العالم العربي مين الموجود في المشهد هتلاقي الألم المصري الألم العربي عظيم واشقاء وكتابات جميلة ولكن تلاقي شخصية عربية عظيمة قدام أربعة من الشباب المصري ده معناه إن الإبداع المصري موجود مش على الهامش موجود في المتن موجود في عمق الثقافة العربية بشكل أبعا فكرة إن أنا أخلي بعض الشخصيات بدون ذكر أسماء من الشباب زي نجيب محفوظ هو نجيب محفوظ أزمته إنه كامل مشروع يعني نجيب محفوظ الوحيد ربما إنه عمل مشروع متكامل حتى الأحلام بتاعته أحلام فترة النقاء حولها الكتابة نجيب ربنا يعني يرحمه الكاتب الاستثنائي في تاريخ الرواية والسرد أقول جزء من السرد العالمي لأنه ما يقلش عن كتابات عن ديستوفيسكي ولا تشيكراف ولا يقل عن دول نجيب محفوظ ده مشروع استثنائي في تاريخنا وللأبد ولكن ده لا يقلل من قيمة ما يقدم من الشباب الموجود في مصر وفي المنطقة العربية بالمناسبة آخر جائزة موجودة في عمان جواز العربية موجودة قبلها في مصر هتلاقي قطارة هنا وهنا تلاقي الشيخزي تلاقي بعض الجواز المهمة على صعيد علامي اللي بطلبه والحاجة اللي أنا أتمنىها إحنا شغالين في الترجمة هنا في المركز القومي للترجمة بالتحديد وبعض دور الناشر الخاصة كل بيترجم من إله يعني الروح للروايات العالمية كان واحدة مشهورة في أمريكا كتابة مشهورة أو كتابة في أوروبا أبدأني لمصر وإلى المنطقة العربية لا أنا عايز كمان بقى هنا عايزين نوصل نجيب محفوظ تاني لازم أبدأ أخذ على الأقل الأعمال الفائزة على صعيد عربي في جوائز مهمة أبدأ أترجمها من العربية إلى اللغات الأخرى يمكن ده نشوفناه في المعرض الكتاب في النسخة اللي فاتت الإصدارات الخاصة بالهيئة العامة للكتاب كان عندهم قسم كامل للمترجمات لشباب الأدباء ده يمكن كانت حاجة مختلفة ومميزة جدا في النسخة 54 لمعرض الكتاب نتعشف ونحن نشوف حاجة أحلى وأجدد في النسخة 55 خليني أخذ من كلام حضرتك ونرجع تاني للتكنولوجيا وإسلوب التكنولوجيا حالك كلمت عن الرواية التفاعلية وإزاي حد يقدر يكمل في أكتر مكان مع بقى وجود الذكاء الاصطناعي والAI والشات جي بي تي والحاجات الأكتر حداثة وسمعنا عن أول رواية مكتوبة بالذكاء الاصطناعي هل نقدر ندخل نقول احكي لي أنا حدي أسماء الشخصيات الرئيسية وحدي بداية انترو زي ما بنقول عليه وبعدين الذكاء الاصطناعي كاملي كل الرواية وفي الآخر تخضع للتقييم ونشوف بناءها الرواية وكل الكلام هل ده متاح؟ أشكر حضرتك جدا أنا اللي بشكر لأنه احنا محتارين دلوقتي في فترة قلنا التكنولوجيا من التسعين وأمريكا وروسيا خلصنا وبدأنا في التكنولوجيا من التسعين خلاص وإنترنت وصفحات وفيش خلاص خلاص لغة الزكاء الاصطناعي نقلة نوعية جديدة جدا حتى على صعيد الإبداع لو أنا عندي فانجوخ عندي كده لوحة معينة وحد يدخل قال له عايز حاجة قريبة من فانجوخ هيتلقها لك المشكلة دلوقتي أنه الزكاء الاصطناعي هتبقى أوريجينل هتبقى أصلية هنا هنتكلم في الجزء الأصلية ولكن أقدر أقول له أنا عايز فكرة قصة قصيرة وشخصيتها غلبانة شوية أو شخصيتها محبة أو شخصيتها عايزة تسافر الفكرتين دول في سطرين يبدأ هو في خلال ثوان هيبدأ إديك أولا إيه الاقتراحات اللي ممكن تشكت بها قصة قصيرة في الاتجاه ده بل ممكن كمان يكتب القصة القصيرة كاملتان وحضرتك لو قارتيها هتقتنع بيها جدا كان في نتائج إن كان في تكوين فني أو شعرية نصية يعني بنية على صعيد بنية الرواية ربما هنلاقي بعض المشاكل حضرتكم جربتوا ده دكتور دربناها أنا كنت في استخدمتوا لذكاء الاستناعي صديق لنا كاتب قصة قصيرة وبدأ يتفاعل مع فعلا التكنولوجيا الزكاء الاستناعي ادالوا بعض المعلومات لقصة قصيرة اللي طلعها بشكل عبقري القصة القصيرة بالتحليل بناء وتفاصيل لكن هل طلع مشاعر يعني إذر يوصف اتكلم عن نهار أو ليل اتكلم لكن إذر بيقول واشعرت بالحزن وعينها كان فيها ودموع هل بقى التفاصيل الصغيرة الإنسانية دخل في التكسيدي اللي حسستي اللي أنا جوه عمق الرواية أو عمق الشخصية أو عمق الحدث نفسه ممكن ده نتفق لأنا بتكلم على الإنسانيات الجزء الإنساني هو الكاتب يعني لحمه دم يعني الكاتب في لحظة كمان بالمناسبة ممكن يكتب يخلص الرواية ويرجع إرائتها في عيد مشاعر عيد طبعا يسقط أماكن المصير الشخصية غيره السؤال هنا المشكلة في الزكاء الاصطناعي أنا ممكن كمان أقوله أنا عايز المشاعر تبقى كازا للشخصيات نفسها هو عنده كم معلوماتي دولي يقدر في ثواني في لحظات يشعر اللحظاتك عايز تقوليه لأنك هتكتبي ده يجيبه من حاجات مشابهة شكرا في خلال ثواني يبدأ يطلع لك النتاج ده صنع الجواية محتاجة واحد مهني يقدر زي نجيب محفوظ كده في الكتابة الملحمية لحناك ذكرتها على فكرة كبر الكتاب لا دي ربما نختلف فيها شوية مش عارف هيوصل فيها الزكاء الاصطناعي لده ولا لا ولكن ربما الزكاء الاصطناعي على صعيد عمليات عمليات يوصل لها بصراحة ما هو هنا أنا فعلا أنا حاسس بكلام حضرتك أنه فعلا في خطورة بشكل أو بآخر هشوف التكنولوجيا هتيجي في لحظة بدل ما يبقى عندك يعني اثنين نجيب محفوظ ثلاثة نجيب محفوظ هياخد صيغة نجيب محفوظ ويبدأ هو يكتب بيها لأنه عنده المقدرة على كده صحيح الدكتورة منها عايزة تكتب تقوله أنا ليه كتاب سابق أفكاره كذا وكتابت كذا أخذ جزء منها يبدأ يكمل على نفس السنس بتاع الكتابة للآخر ده مدهش رسمت لوحة جبت لوحة لحد شهير وقلت له عايزة مواصفاتها يبدأ يعملك زيها هنا بنشعر بقى أنه فين الأصل وفين السنس بس خلينا أقوله حيكا دكتور يعني في الختام لا يصحي إلا الصحيح مهما كانت التكنولوجيا متطورة فأعتقد إحنا عندنا كمان نقاط وعندنا يعني نمتلك من الحس ما يجعلنا نميز والشعر الفصلة ما بين إذا كان هذا العمل هو عمل متعوب فيه فعلا وعمل حقيقي جيد ليلقى استحسان ولا هو عمل مسروء أو لجأ إلى الذكاء الاستضاعي والحاجات اللي هي برضو بتيجي بسرعة دايما بيكون عمرها أيضا قصير جدا يعني في اليوم العالمي للرواية بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن وعمية كلية ألسل من جماعة بني سويف شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا